شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وخلال الاحتفال كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتنفيذا توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر رفع الحد الأدى لجوائز جميع المكرمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى الضعف بواقع 60 ألف جنيه لكل جائزة بدلا من 30 ألف جنيه مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم شكرا